لكن انا هقول لكم رأيي الفني رأيي الفني الاهلي محتاج مراكز ايه في رأيي الفني الاهلي محتاج مراكز ايه اول حاجة الاهلي محتاج جول كيبر جامد الاهلي محتاج حارس مرمة تقيل تقيل جامد يكون بيخبط في ظهر الشناوي وبيدبدل في ظهر الشناوي وتاني واحدة من الأسباب اللي قدت إلى تراجع مستوى الشناوي إنه هو مستريح أنا عارف إن في حراسط المرمة أنا عارف إن في حراسط المرمة مهم إنه يبقى عندك الجل نمرة واحد والجل نمرة اتنين فيه ناس على فكرة فيه مدارس مدربين وفيه مدارس أندية بيخلي الجل نمرة اتنين بتاعه عنده 39 سنة و40 سنة يعني تشيلسي كده تشيلسي كان عندهم مارك شوارزر هو الجون التاني عنده 41 و42 هو ده اللي قاعد وجاهز فيه فيه كده جوارديولا نفس الكلام كان بيعمل كده فيه 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 كده بس بيدبدب وراه موجود وراه عقلية عقلية اللعيب المصري يا جماعة إنه لازم ما يبقاش مستريح مهما كانت عقلية عقلية احترافية هيجي طب واحد من حضراتك وأكيد هيقول لي مصطفى شوبير أثبت في المباريات اللي شارك فيها اللي فاتت إنه هو يقدر إنه هو يكون الشخص ده أقوله لأ انت كده بتتكلمش كرة مصطفى شوبير أثبت في الفترة الماضية إنه جول كيبر هيكون ليه مستقبل كبير جدا وإنه لازم يخرج أعارة السنة الجاي يعني مصطفى شوبير طمن كل أنديت الدوري الممتاز إنه هو لو خرج أعارة وشارك هيبقى زيه زي صبحي وجاد إنما هو الجول كيبر اللي هيبقى بيدبد في دار الشنو عشان يععده لا الأهلي محتاج جول كيبر جامد خبرة يكون يكون جاهز إنه يلعب أي وقت الشنو يريح فيه جاهز إنه يشيلك في مطشط أفريقيا والكلام ده كله ويأ ما فكركم دايما بموقف جوزيه مع عصام الحضري ولما جاب له نادر السيد لا عصام بيقول له أصلي مش عاونة وانا مش عاونة ولأ عصام بيعمله قصص سأل له بس راح جايب نادر السيد أول ما نادر السيد حط رجلي جوا التيتش أصام الحضري بقى بيتر شمايكل بقى بيتر شمايكل على طول مرة واحدة خلاص نفسيا راح عمل بريسيزون خس 9 كيلو اشتغل بقى جول كيبر تاني خالص حتى أنا كنت ساعتها بلعب معها في المنتخب أصام الحضري قبل 2005 قبل 2005 كان جول كيبر وبعد 2005 بقى جول كيبر تاني خالص يعني أصام الحضري كان جول كويس بس طول عمره جول كويس بس نسبة تركيزه والموتف بتاعه والدوافع بتاعته وبقى عايش للكورة بس لما نادر السيد جاله الأهلي وأنا جلنم را واحد صبحي وراه شغال لو عواد وقع صبحي يلعب أولي أنا بقول إن هو ده الصح في مصر بالذات فيش حاجة اسمها إن أنا جلنم را واحد هنا والجلنم را اتنين بعديم 30 سنة لا فدي نمره واحد نمره اتنين الأهلي عنده مشكلة كبيرة جداً إن هو ما عندهش بديل لعلي معلول أحمود وحايد بقى له أكتر من سنة في النادي الأهلي لعيب كويس ولعيب كان في المقصة كويس جداً لو كان بلعب في نص المرعب في المقصة تالت ناحية الشمال وسعب باكلفت لعيب كويس الأهلي رغم إن هو كسب بلتلتين أفريقية قبطات الدولة سنتين وراء بعض أنا بقول لكم ما عندهش لعيب نم را ستة لعيب ارتكاز تقدر إن إنت تصنفه إن هو لعيب دولي مميز هتيجي واحد من حضراتكو هيقول لي طب ما ديانج نم را ستة اللي بيقول لكم إن ديانج نم را ستة بيتحك عليكم ديانج مش نم را ستة مش اللعيب اللي بيع فيها حميز سنترباكين كويس أو الثلاث سنترباكين كويس مش هو ده مركزه ديانج لعيب نم را تمانية لازم يلعب جنب لعيب نم را ستة جامد عشان يبقى كويس يعني هو مش أحسن لعيب يلعب جنب السلائي مش أحسن لعيب يلعب جنب السلائي فأنا في رأيي إن الأهلي محتاج الملاكز دي ومحتاج راس حربة يكون منافس لمحمد شريف بشكل كويس أنا في رأيي دي الملاكز اللي الأهلي محتاجها الأهلي محتاج رغم تاني بقول إن الأهلي كسب بطول أفريقيا بطول دوري سنتين ورى بعضه ووصل للفاينال لت سنة الثالثة لكن الأهلي محتاج أربعة خمسة لعيبة جمدين في ملاكز مهمة محتاج إعادة بناء مع إن انت تطلع ثلاث أربعة أولاد صغيرين يقدروا إن هم يعملو لك جيل جديد وجنريشن جديد ايقو